بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم تؤمنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل السمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل سنوان وغيرا وغير سنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا نفي خلق جديد أولئك الذين جفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المسلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنزل منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنسى وما تغيد الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعان سواء منكم من أثر القول ومن جهر به ومن هو مستغف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن صلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوء فلا مرد له وما لهم من دوني من وال هو الذي يريكم البرق قوفا وطمعا وينشئ الصحابة الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفين إلى الماء وما دعاء الكافرين إلا في الضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوغا وكرها وذلالهم بالغدر والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفانتخلتم من دونه أولياء ألا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبثير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلون الله شركاء خلقوا كخلقه فدشابها الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما ينقدون عليه في النار بلغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيلغب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكت في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لفتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد صدق الله العظيم